برحب مجدداً بجميع المشاهدين ضيفنا بهذه الساعة المصمم لبناني ساهر ديا وعود معه إلى زمن على ناقة التي استوحاها من نجمة هوليوود أودري هابرن فكانت النتيجة مجموعة من الفساتين لربيع وصيف 2016 جمعت بين موضة الماضي والحاضر بأسلوب عصري جديد ساهر برحب فيك معنا باليوم على الحرة أيضاً برحب بعارضة الأزياء معنا ساندرا عباد أهلا وسهلا فيكن ساهر بالبداية الرائج اليوم أن المصمم يعطي ثيم أو فكرة معينة للمجموعة لماذا اخترت شخصية أودري هابرن؟ لماذا اخترت نجمة هوليوود؟ التي كلنا نحبها ويكتر كثير من الناس يحبوها بالنسبة للي أودري هابرن هي آيكن من أنا وصغيرة عندي حب لغريب لأفلامها لشخصيتها لحضورها تعرفي كل ديزاينر فيه ناس معينة بيقدر يستوحي منهم وأودري هي أنا بالنسبة للي إلى الأولوية خاصة هلأ أنا كمان عرضت ببريد فحبت تكون المجموعة مخصصة كلها لأودري فعملت دراسة عنا شاملة عن الوقت اللي كانت فيه عن أفلامها شو كانت تحب شو كانت تلبس فكانت أودري هابرن على كل حال رح نرجع نشوف المجموعة سيدي ساهر أول مرة أنت بتختار شخصية أو نجمة يعني لا تكون ثيم ثيم صح أول مرة بعمل اشتغلت على ثيم حبيت أن أشتغل خاصة يعني باريس وكنت حطتها براسي وصراحة حققتها يعني زيت الفسطان اللي لابسته هذا الفسطان مستوحى من أودري هابرن استعملت فيه القصات اللي كانت استعمل بالأربعينات وبالخمسينات وكانت دايما تركز على السانتور يكون على الخصر وإذا بتلاحظي كمان الأبة نازلة هذه كانت مشهورة فيها كتير أودري والقماش معمولة على الأورغنزة ديقرادية ومن فوق كله دونتيل يعني الفسطان حتى ما في شك أبدا بس عليه بروش أكسسوار أبداً ما في شك بس المبين أي على السانتور على السانتور يلي هو حطينا فيه الكريستال شوروفسكي بس كل الفسطان مشغول إنكوستي بالدونتيل الدونتيل اللي قماش اللي عم شوفه تحته أورغنزة تحته أورغنزة واللون غراج تقمم هو ديقرادية فيه ديقراداشون جاي من البيج يعني للأسود معه شوي هيك على خفيف تركوز بعد شكراً لأقلك ساندرا نحن نشوف كمان فسطان تاني ساهر فينا نقول إنه اليوم كمان المودة إنه الديق من فوق وأوسع من تحت صراحة هي بلشت من سنتين ومكملة وأكيد مكملة دايماً المودة بتقعد تقريباً بين خمس سنين لست سنين سبع سنين بتضلة ماشية يعني وهلأ كتير درج الجيبون بس بطريقة ناعمة طبعاً مش فسطان يعني إذا جيبون ومنفوش معناته في وزن أنا دايماً فساطيني يعني اللي بحبة وبتميز فيها إنه تكون دايماً فساطيني ناعمة يعني بتلسية خفيفة ما فيها وزن تشعر حالة المرأة هيك بأنها مرتاحة هي ولبسة يعني مش شيم دايماً دايماً العالم تاخد فكرة إذا فسطان سهرة كوتور يعني هو كتير في وزن هذه نظرة مش صحيحة أبداً يعني هوم داي أسألك مودة أودري هابن لما منحضر أفلامها ومنشوف صورها هي كمان مودة يعني تلبق لسيدات النحيفات نوعاً ما مزبوط فينا نقول أو فيها مرأة ممتلئة نوعاً ما كمان أنه تلبس لأنه إذا أنت استعملت الكات اللي كانت تلبسها اللي هي بتبلش من تحت الورك من تحت الهبس فيها تكون مثلاً ما دروي تكون أورجونزا أو تكون مثلاً ممكن تكون شيفون يعني هدلة فهذه الطريقة بتساوي الورك بتعطيه أكتر رياحة وبيبين المرأة ما بتبين أنه هي ممتلئة ساهر عم نشوف ورانا العرض اللي صار ببريز هاي أول مرة بتعرض بعاصمة المودة بريز أول شي كيف كانت الأصداع؟ كانت كتير حلوة لأول مرة ساويتها وكان دايماً يعني اللي يجيني أنه اللي احنا شايفين جاية مصممة من ببناني فقالنا أكيد حيكون في كتير شك وشغل فصراحة حبه كتير أنه أنا اللي عامله بري سيمبل ما اعتمد على القصات سيمبل مش معناته أنه الفسطان ما ااخد شغل يعني حتى الشك خلينا إذا نعلق شوي على الصور اللي عم نشوفهن ساهر يعني نوعاً ما الفسطين ناعمة وفيها أنجأ شوية شك صح فيها تطريز ناعم مشغول كله يدويه ما اعتمد أكتر على التطريز والخات بالشغل ما ما اعتمد كتير على الحجارة بأذيئة لأنه كمان أودري هاببرن بالوقت اللي كانت فيه ما كانت تلبس كتير شك وكريستال ولحنا هلأ الترند ميلي أكتر على بريتا كوتور بريتا كوتور كمان هلأ رح نحكي عنا رح نشوف كمان الفسطان الثاني اللي لابسته ساندرا خبرنا كمان ساهر عنها هذا الفسطان تس أودري على المضبوط بس اشتغلت بالبنتيور عليه كان عليه رسم بالقماش ومشغول عليه بطريقة كتير ناعمة فاتت فيه بالزهور مع كمان الساندور والأبي اللي نازلت عند الكتير فكان شغله اخذ وقت يعني مبين الفسطان يعني ايه بياخد وقت قدي بياخد وقت تقريبا معك هك فسطان مثل هك فسطان تقريبا بالخمسة وعشرين يوم والقماش هون القماش تقريبا نفس كمية القماش بالفسطان الأول ولهون مبين شوي أوسع شواري لأنه هده القماش مختلف هون مستعملين لحنا ستان فالستان بيجي شوي واقف أكتر وطبعا حاطين له جيبون خفيف كتير يعني من جوه يعني أصدت أنه الفساطين كمية ما تكون كتير نافشة يعني تكون نافشتها ناعمة تكون مريحة بالمشي يعني المرأة يوم تلبسها السيدة تمشي بطريقة تكون فيها مرتاحة تكون فيها أكيد مرتاحة شكرا لألك ساندرا بالفعل حلو كتير الفسطان ساهر للقماش أنت اللي بالنسبة لألك أكتر قماش بتحب تشتغل فيه لقماش اللي بتحس أنه هيك بيلبق كتير للمرأة كيف ما كان المودال في عندك أفضلية؟ هو صراحة ما فيه ماش إله أفضلية عندي لأنه أنا لازم أحب كل اللي ماش لازم أحب الألوان بس يمكن الدونتال والتول مثلا هو لهم أكتر شي لأنه بقدر إبدع فيهم كتير الدونتال يعني بتقدر تخيتيه الفسطان مثل ما هو كامل فيك تعمليه مقطع فيك تشكيه وبيعطي دايما فخامة للسيدة يعني بيظهر أنوست المرأة يمكن أكتر من نوع مش خاصة أنه أنا أزيائي بحب دايما المرأة تبين فيهم كلاس وبنفس الوقت الأنوست تكون طاغية عليها راح نرجع نشوف كمان بعض يعني هالفسطين اللي عم يمرؤوا كمان ورانا ساهر عم تشوفهم خبرنا شوي عن الألوان اليوم مودة الألوان هي عم نشوف هيك ألوان باستال ألوان هيكة زاهية نوعا ما أنا بهالكولكسيون اشتغلت الألوان كلها باستال اشتغلت ربيع سيف 2016 وبنفس الوقت استعملت الألوان الفاتحة بسر رايقة يعني اللي احنا منقله بلاش كولرز بتكون الألوان شوي مش قوية خفيفة وبنفس الوقت مريحة للنظر بهالفسطين كمان هوني مستعمل أي أماش هوني مستعملين تفتا عملت جيوب مع كورسي يعني أو بلاوز ومطرز عليها هذا كمان الستيل كتير إن بالفاشن هلأ يعني تلبسي سكيرت بتجي واسعة مع بلوز بيبين البطن شوي أو ما بيبين مش مشكلة حتى بالبريتا بورتي يعني عم ينلبس كمان اليوم نفس الشي بطريقة كتير مودان ممكن أوقات مع شوز بيبين الأجروب حتى بالكولكسيون كان فيه فساطين مبين فيها الشوز لأنه كمان كانت الفترة الأربعينات والخمسينات كانت تجي تحت الركبة اللي فساطين طب اليوم شو صعوبة بالأجمال شو صعوبة الهوت كوتير ساهر؟ صعوبة الهوت كوتير إنها سعرها شوي بيكون غالي الأقمشي كلها بنستوردها من فرنسا ومن إيطاليا والشغل كله يدوي وبتستعمل حجارها كلها يعني غالية فها هي قصة الهوت كوتير صارت شوي مكلفة هي مكلفة كانت بس هلأ صارت أكتر وبمع وجود عدد كبير يعني من المصممين الأزياء والخياطين فهيدا شوي يعني أثر على بعض الشركات فبحس إنه أنا مع الوقت المال الناس هتميل أكتر للبري كوتير يلي هو بيكون مدموج مع الهوت كوتير مع البريتا بورتي يعني الريدي توير اليوم عم بتفكر ساهر أنك تتجه يعني لا يعني مش هاين كمان يمكن تنقل الهوت كوتير للبري تا بورتي البريتا بورتي أكيد الدلوكس البريتا بورتي الدلوكس يبين لبس بالليل يعني أنا لبس النهار مش كتير فيه لأنه ما بحس حالي إني كتير يعني بقدر أعطي ممكن ما بعرف بس بحس أنا فسطان السهرة هو مجالي يعني بحب فسطان السهرة بحب هيك الشغل الناعم المرة تبين فيه كأنها أميرة أو ملكة هيك مو بعرف ليش يعني حلو كمان أكيد يعني بحب هيك العروس بحب هيك يعني مثلا اشتغل على شي هيك ريتش يعني أنا دايما حتى ماشيتي لازم تكون كلها برانس فرنسية ما بحب اللقماش المش كتير يعني الخفيف تختار دايما لقماش بتسافر أكيد على المعارض تختار لقماش من فرنسا أو من إيطاليا من إيطاليا طبعا هي أهم شركات فرنساوية وتليانية يعني وطبعا سويترانية بعد ساهر خلينا كمان نشوف الفسطان الثالث كمان اللي لابسته ساندرا خبرنا حلو اللون هيك هيدا اللون كتير حلو هيدا بنقلول إحنا بوادي روز جاي شوي الفسطان جاي طبقات تقريبا طبقة طويلة وشوي قصية مشتغل فيه كله تطريز على الإيد وتفتا هو الشانتون تفتا شانتون عاملين فيه مثل بليات للفسطان يعني هيدا اللي شفناه بالعرض كمان هيدا كلهم بالعرض هول الفساطين وكمان مبين مريح باللبس مريح كتير باللبس وما في وزن أبدا ساهر هول الفساطين عرفت أنك شحنتهم خصوصي خصوصي من أبو دبي لبيروت شو بيعني لك اليوم يعني بيروت اليوم كمصمم لبناني مقيم بالإمارات بأبو دبي تحديدا شو بيعني لك هيك أنك تنقل هالفساطين معك بيروت اليوم شو بتعني لك بالنسبة لنهود بيروت هي بلدي أنا ولدت بالإمارات وعشت بلبنان ورجعت رحت على الإمارات بيروت هي بلدي يعني والإمارات كمان هي بلدي يعني نفس الشي الإنسان بتصير بلد ومترح ما هو عايش يعني لبنان أكيد إلى محبي كتير بقلبي وقال لشي أنه أنا بس لأعرض بره برفع اسم بلدي يعني عالي وبنفس الوقت كمان إعلام لبنان إلو حق علينا يعني شو الخطوة التانية اللي راح تقوم فيها قريباً كمان عم تحضر ل إن شاء الله في عرض أكيد هلا حيكون خريف شتي 2017 إن شاء الله إذا الله راد كمان بريز أنا بدي أتشكر جداً حضورك معنا إن شاء الله موفق بكل خطوة بتقوم فيها المصمم ساهر ضياء أهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحراب شكراً أيضاً ساندرا عبيد عارضة الأزياء أهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحراب